مجلس النواب الثالثة عشرة سيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس المجلس وبحضور الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي طرح السادة الأعضاء مجموعة من الأسئلة المتعلقة حول عدد الطلبات الإسكانية لأهالي مملكة البحرين وحول تعريف الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية للأفراد والأسر في المملكة طبعا اليوم كان نوجه سؤالنا حق سعادة وزيرة الإسكان وتخطيط العمراني وكان إجابت صراحة فيها مقنعة الحمد لله سعادة الوزيرة لما استلمت حقيبة الوزارة طورت كثير فيه حسب أن أعطتنا برزنتيشن منذ يومين أعطتنا بعض البرامج التي هي الوزارة تشتغل عليها من ضمن أسألتي لها أن أنا سألتها شنو الرينج حق لو الدخل المحدود يعني كم هما يستفيدون من التمويل الإسكاني وهم ما قصرت وردت عليه بس أن 40 ألف كمينمم وماكسيمم 70 ألف حق البحرين ما تكفي يعني إحنا عندنا ارتفاع في السوق العقاري الأرقام التي طرحت هو الحد اللازم لمعيشة الأسر البحرينية هذا الرقم مع الأسف غير ملائم ومن غير المقبول أن دراسة فاقت العشر سنوات لا صرت بدون أي تجديد بدون أي تحديث بالتالي إحنا على ثقة ويقين من تعاون الحكومة من تعاون الوزير شخصيا في المقترحة التي تقدمنا فيه أن تكون فيه لجنة مختصة بتحديد الحد الأدنى للمعيشة تكون هذه اللجنة تابعة لديوان رئيس الوزراء من جانبها أكدت الحكومة ممثلة بوزير مجلسي الشورى والنواب أن الحكومة اتخذت العديد من التدابير والخطط للحفاظ على الحياة الكريمة للجميع في التعاطي مع الملفات الإسكانية إلى جانب سياسة وزارة التنمية الاجتماعية لتلبية متطلبات الحياة الكريمة بيناوا الوزيرين في ردودهم بناء على أسئلة أصحاب السعاد النواب جهود الوزارات للوزيرين أو الوزارتين تحديدا جهودهم في خدمة المواطن سواء في المجال الإسكاني أو في المجال التنمية الاجتماعية الحمد لله يعني هذه أداة مناسبة للاستفسار عن جهود الوزارات المعنية مدى تلبيت طلبات وخدمات المواطنين والحمد لله كان تجاوب جيد سواء بين وزير المسؤول أو النائب الذي قدم السؤال إلى ذلك وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الأمن الغذائي في مملكة البحرين كما وافقه على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور المرافق للمرسوم رغم 14 لسنة 2022 مجلس النواب يعقد جلسته الثالثة عشر ويضاعف جهوده ليؤكد حرصه على أداء المسؤولية الوطنية لمواصلتهم العمل بكل إخلاص وأمانة بما يحقق الأمال والطموحات للوطن والمواطنين طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين